في الأعداد اللي فاتت من واحد لحضاشر كنيسة نقية ثم من عدد اتناشر لغاية عدد ستاشر كنيسة فتية أو قوية نقية وقوية هنا القوة بقى بينا جرت على أيدي الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب وكمان حاجة جميلة أنه لما بنطلع من وسطينا الخمير العتيقة خميرة الشر والخبث الناس بتسيب الخمير عشان تكبر الحكاية لكن عند ربنا نقل خمير عشان ربنا يدي البركة فلما مات حنانيا وسفيرة كان مؤمنون في عدد 14 ينضمون للرب أكثر جماهير من رجال ونساء احنا شفنا في أول صحة 4 إن العدد زاد بقي خمس تلاف يعني في أول يوم تلات تلاف شويتين بقيوا خمسة هنا بيقول جماهير كثيرة من رجال ونساء ينضمون والجميل أنه مش ينضمون إلى الكنيسة مش ينضمون إلى الرسل لكن ينضمون إلى الرب فاحنا مش مفروض ننضم ناس لينا لكن نضم ناس إلى الرب وبعدين بيجيب لنا المعجزات كانت إيه حتى إنهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش وأسرة حتى إذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على أحد يشفر بطرس مليا من الروح القدس والروح القدس اللي ما احتملش الكدب لأن نروح الحق ما احتملش الكدب في حنانيا وسفيرة كان عطوفا على المساكين فالروح القدس هو الذي أجرى الشفاء والمعجزات بواسطة بطرس اللي مجرد ظله لما يخيم على المرضى كانوا يبرقون طبعا ده شيء عجيب وراع جابوا المرضى زي ما هم حطوهم في السكة وبطرس بس ماشي والظل بتاعه ينزل على المرضى تلاقي المرضى المريض بإزايل فل واجتمع جمهور المدن المحيطة إلى أوروشاليم حاملين مرضى ومعذبين من أرواح النجسة وكانوا يبرقون جميعهم ده بتورينا ان الكنيسة النقية كنيسة قوية او بلغة سفر نشيد الأنشاد مرهبة كجيش بألوية